عقب اختتام فعاليات مؤتمرها التأسيسي وفي إطار ما أسمتها الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع وتكوين حكومة انتقالية، أعلنت تنسيقية القوى الوطنية في السودان توقيع اتفاق سياسيا مع الجيش. إعلان جاء خلال بيان أصدره مجلس السيادة السوداني إثر استقبال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان نائبه في مجلس السيادة وزعيم تنسيقية القوى الوطنية مالك عقار وعدداً من قادة التنسيقية للاطلاع على نتائج مؤتمرها التأسيسية. البيان قال إن تنسيقية القوى الوطنية أكدت دعمها للحوار السوداني السوداني ودعمها للجيش وإدانة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وذلك في إطار خطة يعمل عليها عقار منذ أشهر تتضمن تكوين تحالف مدنياً كبير قادراً على تشكيل حكومة مدنية تدير البلاد وتحضر للانتخابات العامة. وهذا التحالف المؤازر للجيش يضم حركة مسلحة موقعة على اتفاقية جوبا للسلام وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني والمجلس الأعلى لنظارات البجة وحزب البعث السوداني والحركة الشعبية شمال وكيانات أخرى. وجاء إعلانه بعد شهرين ونصف على توقيع تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم التي يرأسها عبدالله حمدوك إعلاناً سياسياً مع قوات الدعم السريع. إنسانياً حذرت منظمة العفو الدولية أمنيستي من أثر توقف خدمات الاتصالات والإنترنت على المساعدات الإنسانية وخدمات الطوارئ لملايين المدنيين في السودان خصوصاً العالقين في مناطق القتال. نائبة مدير المكتب الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية سارا جاكسون أفادت أن الانقطاع المستمر للاتصالات أمر غير مقبول، فهو يعرض حياة الملايين للخطر، مشيرة إلى أن مراقب حقوق الإنسان الذين يراقبون الوضع في السودان غير قادرين على القيام بتوثيق مجد للانتهاكات بسبب حجب الإنترنت. ترجمة نانسي قنقر